موسيقى نبن ربي ولادنا لازم نربيهم حاجة اسمها تربية الشبعة مايبقاش شخص يطلع متزمر يطلع شخص بيبص لأسرته كده نظرة دونية واحد شبعين والشبع ده مش مرتبط بفقرة وبغنى يمكن احنا ولادنا يبقى متوفر عندهم كل حاجة ويرمي الحاجة او يستهلك نصها او يبقى عايزها وما يستخدمهاش ربي البيت في تدبيره الحسن على روح الشبع والقناعة دايما ربي في البيت على روح البركة الله يبارك احنا من التقاليد الابطية ان احنا نصلي قبل الاكل ونقول له ربي بارك هذا الطعام ولما نخلص طبق الطعام نقول كده يا رب نعمة احفظها من الزوال ربي ابنك وربي بيتك على انه يشعر ان في بركة جوا البيت اتنين يشتروا في نفس اليوم نفس نوع اللبس بلوفر مثلا واحد البلوفر يقعد وياه سنة واثنين وثلاثة والتاني بعد شهر او اتنين يتنتش اللي قعد سنتين وثلاثة ده ده شكل من اشكال البركة من الحاجة المهمة ان احنا نتعلم ازاي ننظم الميدة تنظيم الميدة ده هو تيخلي الانسان وهو بياكل يبقى عينيه شايفه شكل حلو دايما الشيء المنظم مبهك كنا واحنا صغيرين لما نقول للك كبار انا شبعت يا باب انا شبعت يا مام يروح الرد بتاع الكبار يقولك وانا فرحت يعني الشبع ده بيؤدي الى فرح ازاي احنا بنسهلك الطعام ازاي رغيف الخبز نقطعه واخد الربع اللي انا استخدمه او ربعين او اكتر او قل بحسب السهلك الواحد ازاي كمية الرز اللي بتتقدم ازاي تبقى على قد الشخص اللي بياكل وما يترماش منها حاجة هكذا بقى اي الاصناف ما ينفعش ان احنا نقطع حاجة ونستخدم حاجة وما نكملهاش ما يلقى في النفايات ده طعام يحتاجه اخرين جدا جدا تدبير المصروف بنصرف ازاي بنصرف في ايه ابنك بيصرف ازاي هل بتربي فيه مبدأ العشور واصية العشور يعني هو بيشتري الحاجات اللي دايما استهلاكية استهلاكية معلمتوش مرة يشتري حاجة لها منفعة هل بتعلمه شكل من اشكال الادخار ازاي ندبر التدبير المالي ازاي بنوزع ازاي الحاجة دي نقدر نجيبها الشهر ده ازاي الحاجة دي الشهر اللي جاي علم نفسك علم بيتك كمان ازاي نحافظ على الاساس استعمال الحاني مع الكرسي مع الكنبة مع السرير مع اساس البيت مايجيش طفلي يقول ان مثلا بيت صاحبي احسن من بيتنا علم ابنك ان بيتنا هو احسن بيت في الدنيا بحالة لان البيت بتاعي هو اللي فيه بابا وماما فيش اي بيت تاني مهما كان شكله فيه بابا وماما بتوعي وعلمهم ازاي ان بيتنا ممكن يبقى بحاجات بسيطة جدا جميل جدا دايما البساطة فيها شكل من اشكال الجمال اما المدبر فباجتهاد يكون بيت ناجح في الادارة بتاعته ناجح في تدبيره اشتركوا في القناة